اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيا سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمختفكات بالخاطئا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيا إنا لما طهى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها ذنوا واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدا وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهيا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولوا ها أم قرأوا كتابيا فيقولوا ها أم قرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في غيشة راضيا في جنة عاليا قطوفوا هادانيا كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخاليا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقولوا يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعوا نذرا فاسلوه إنه كان لا يؤمن بالله العقيم ولا يحض ولا طوام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طوام إلا من نسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهم قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليوم ثم لقطرنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم لّمتقين كفاومة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة